هي في الأول والآخر مواجهة من العيارة تقيل بس مش بس بيحسبها 11 ضد 11 في الملعب لكن بتحسبها حاجات كتير جدا بتحسمها الحالة المعنوية والزهنية والتحديل النفسي بيحسمها جهازين فنيين كل واحد بيكون لي دور مهم جدا خصوصا لما نتكلم على مستوى بطول الدولي الأبطال البطولة الأهم والأكبر طبعا على مستوى قارة أفريقيا وهنتكلم كمان على مشوار الفرقتين على مدار الموسم أو تحديدا مشوار الترجي على مدار الموسم أهم من اللعطات المرتبطة بأداءه بنقاط القوة نقاط الضعف أكتر أو أهم أو أبرز اللعبين سميهم زي ما تسميهم طبعا عندهم عدد من اللعبين الحقيقة مستوى محترم جدا طبعا إذا كنا نتكلم على تحليل أداء يشرفنا هنا أن يكون معنا في الستوديو دكتور أحمد سابت محل الأداء بسأخير دكتور أحمد أهلا وسهلا بك بسأخير النور أهلا وسهلا بحضرتك لقاء منتظر لقاء مرتقب لقاء يمكن كتير من الناس كانوا شايفينه يعليقب أنه يكون نهائي بطولة دوري الأبطال بتشوف ومواجهة تقليدية بقت كلاسيك وبتهيئة في مستوى الكرة الأفريقية أهلي الترجي بقى براند مباراة كلاسيكية من العادة إيه بتشوف إزاي مواجهة الأهلي والترجي في تونس تحديدا في لقاء الزهاية طب بالتأكيد مواجهة صعبة جدا على الفرقتين يعني محدش يقدر برضو يتوقع النتيجة أو يقدر يحسم نتيجة معينة يعني وممكن تقول مثلا أن فرقة كفتها أعلى على فرقة لا دي مش موجودة في مباراة الأهلي والترجي بقى الديربي هنتعودنا وهم تعودوا أنهم خلاص بقى هنا بنقابل بعض كتير جدا خلاص بقى يعني هو يعتبر أكتر أربع فرق بتوصل لنص نهاية والنهاية الأهلي الترجي الوداد وصنداونس صنداونس دايما حظه بيبقى سايق أنه بيصطدم بالنهاية الأهلي في دور التمانية فطبعا مباراة صعبة جدا هم بطل الدوري التونسي لسا واخدين الدوري وبعدين أخذوا فترة راحة حوالي أربعتاشر خمس أيام وبعد كده نزلوا التدريبات تاني بس طبعا فترة بأرضو هم عندهم فترة توقف زي عندنا عندنا برضو قدرنا أن نحنا ندي للعيبة فترة راحة كانت مهمة للعيبة برضو الضغط البدني والزهني والنفس الموجود ده وتلاحوا من المواسم بالتأكيد كان مهم من اللعيبة برضو تاخد راحة فالفرقتين واخدين راحة لكنها طبعا معركة يعني هم خسروا كاس بتهاية خسروا كاس خرجوا من النجم السحلي في النهاية بضربة سابتة ضربة روكنية ولكن طبعا يعني النجم السحلي يعني هو المرشح الأول للبطولة في كاس تونس الترجي طبعا فرقة معها معيني الشعباني حفزنا كويس جدا وإحنا حفزينه برضو كويس جدا بس برضو انت بتقابل فرقة عندها استقرار فني وإداري ودي حاجة دايما الفرقة اللي هي بتوصل نص نهاية ونهاية لو بصيت عليهم كده هتلاقي إن المدرب بتاعهم معني معلش أنا قصت بقاطع كلامك بس يعني أنا كان انطباعي اللي وصلني من خلال متابعيتي للترجي وهو بيلعب شباب لزاد إنه العلاقة كانت متوترة على كل مستويات بين معيني الشعباني المدير الفني والإدارة من ناحية وبين معيني الشعباني والجماهير من ناحية تانية وفي بعض أصوات تعالد بأنها بتقول على معيني الشعباني يعني أنا أعتقد لو كان خرج من على إيد شباب لزاد في صدور التمانية كانت تنتهي تعلقته بالترجي هو معهم من 23 أكتوبر 2018 جي تولى الفرقة بعد فوز البنزيرتي أخذ الدوري التونسي بعد كده أخذ أربع مرات الدوري التونسي وراء بعض 2017-2018 2018-2019 بعدين 2019-2020 وبعدين السنة دي أربع مرات دوري تونسي برضو أخذ معهم مرتين دوري أبطال أفريقيا شوف الخبرة الموجودة عنده أخذ مرتين دوري أبطال أفريقيا 2017-2018 2018-2019 أخذ كاس السوبر في تونس مرتين يعني هو السجل بتاعه 8 بطولات حافظ 8 بطولات بس بتهالي أنه كيرف هاجل المسلماني يعني فيه مقارنة مهمة جداً بين معيني الشعباني وبيتسو المسلماني بس بتهالي كيرف توتر العلاقة بدأ ينزل من خسارته للسوبر التراجع الأداء برضو هم خسروا في كاس تونس بس برضو أنا شايف أن الدكة مش مسعداء الفرقة فيها 11 أساسين كويسين قوي دكة التراجي مش مسعداء خاصة أنه عنده مشاكل دفعية هنتكلم عنها وعنده مشاكل في الفرقة الدكة مش قادرة تسنده شوية يعني مثلاً لعيب زي فوسيني كلبالي الارتكاس ده لما بيظهر مش في حالته الفرقة بطقعة لأنه ما عندهوش بديل لي قوي جلان الشعلالي بيبقى مثلاً بديل عبد الرعوف بن غيس أكتر عنده قدرات وجمية أكتر فما عندهوش حتة الارتكاز الدفاعي كذلك برضو الاتنين المساكين أنا أخلي الجزئة دي لما نجي نتكلم على التشكيل وتقول لي التشكيل الأقرب اللي هي العبيت ترجل ده من الأهلي بس لو عملنا مقارنة بين بيتسو موسيماني واحد صاحب خبرة أنا بكلم عن مستوى دوري منافسات دوري الأبطال بحقق البطولة مع ساند هونز وحقق البطولة مع النادي الأهلي شايف زي يعني كل مدير فني بصص اللقاء وازاي هيتعامل مع الفريق الخاص هو كل مدير فني بيربح في البطولة التالتة الأفريقية ليه موسيماني أخدها مرتين مرة مع ساند هونز ومرة مع النادي الأهلي معيني الشعباني أخدها مرتين فالاتنين عندهم رغبة أن هم ياخدوا تالت دوري أبطال أفريقيا في السجل بتاعه دي نقطة مهمة جداً موسيماني بيتفوق عليه أنه هو طبعاً أخد السوبر الأفريقي مرتين مرة مع ساند هونز ومرة مع النادي الأهلي معيني الشعباني ما أخدهاش ولا مرة أخد برونزيت كاس عالم مع النادي الأهلي أخد الدوري موسيماني خمس مرات دوري جنوب أفريقيا أخد كاس جنوب أفريقيا مرتين في كاس اسمه نيت بانك برضو بدف دوري جنوب أفريقيا أخده مرتين فلما تعد عدد بطولات موسيماني هتلاقيها 13 بطولة زائد برونزيت كاس العالم تمان بطولة برضو بطولة اه طبعا طبعا 13 بطولة زائد برونزيك كاس العالم لما انكرنها بمعيني الشعباني كان بطولة 8 بطولات اذا انت بتقابل فرقة عندها ومدرب الى حد ما عنده خبرات انا مش بقول ان هو مدرب يعني هو مش جيد او تكتيكيا وكل امانة ولكن هو عنده خبرات بدأ يحفظ الفرقة الافريقية خلاص حافظها عنده خبرات المتشاط بقى عارف ازاي لما بيجي الكاهرة هيلعب ازاي النادي الاهلي ايه النادي الزمالك ايه مثلا لما جيه لعبه بقى عارف الكدرات خلاص وعنده خبرة لكن هو تكتيكيا اعتقد انه مش زي موسيماني لا موسيماني افضل مدرب في افريقيا على المستوى التكتيكي اه يعني افضل مدرب في القارة داخل القارة الافريقية حاليا هو بيتسو موسيماني بالاركام بقى بالنتايج بالاداء ممكن يكون الاداء اه عشان في بعض الاداء نوعا ما ولكن انت لما مدري بييجي في 6 شهور يجيب لك برونزي الكاس عالم ويجيب لك دوري ويجيب لك كاس ويجيب لك كمان كاس السوبر الافريقي ويمشي كويس في الدوري ويعمل الاداء ده اعتقد انه كمان كل المباريات يعني ميزة بيتسو موسيماني تحديدا بشوفه بيتسو موسيماني عكس فايلر بيتسو موسيماني مستو ايه مستو انه هو بيذاكر الفرق المنافسة بشكل ممتاز جدا 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 شوف لي ارقام رمضان صفحي شوف لي ارقام حسين الشحات التحركات بتاعتهم شغل فايلر كان على النادي الاهلي بس بيتسو موسيماني لا بيركز جدا في التفاصيل الصغيرة عند الفرق يعني هو في ماتش نهضة بركان مثلا البعض مثلا يقول لك هو موسيماني مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي لا هو جماعة مدرب واقعي عنده مميزات تكتكية بيشوف الفرق ايه اللي قدامه وحيلعب عليها حديكوا حدي لحضائك مثال تمام اول مثال ماتش اللي هو سندونز اللي احنا لعبنا هنا على ملعبنا ازاي مثلا كله يقول لك ازاي لعبنا دفاعي ماتش دفاعي ما احنا لو كنا لعبنا ماتش هجومي هم بصراحة عندهم سرعات وعندهم امكانيات سواء سورينو سواء زوانيه سواء بيتر شيلول التلاتة اللي قدام كانوا هيتعبونا وبالتالي ده قدرات مدرب ذاكر المنافس الصح قدر ان هو يقفل ويلعب على الهجمة المرتدة طيب تعال نشوف مباراة فيتا كلوب هناك لما لعب اربعة اربعة اتنين باثنين مهاجمين طب ما اللي يشوف كده يقول ده مدرب موسيماني ومدرب هجومي فهو الموضوع مش مدرب هجومي ولا مدرب دفاعي هو الموضوع ان الراجل ده تكتيكي واقعي بيشوف بيذاكر صح مع اتنين محللين اداء شطار جدا بيدولوا الداتة بشكل كويس جدا وبيلعب على نقاط الضعف بتاعت المنافسين ده وجهة نظر بيتس المسيماني بالتأكيد يتفوق عنده خبرات افريقية كبيرة وان شاء الله يعني رشحنا بإذن الله للنهاء مشوار الترجي في دوري الابطال انا يمكن ما تبعتوش في الدوري بصراحة يعني عرفت انه حصل الدوري من بدري اه لكن ما تبعتوش ما تبعتوش مطشط يعني انا مش من هوات الدوري التونسي لكن كنت حريص ثلاث فرق كنت بتبع مطشطهم في دوري ابطال افريقيا سانداونز الوداد الترجي لاحساسي انه الثلاث فرق دول هما اللي هيوصلوا ويكملوا معانا وبالتالي ومنهم ممكن يكون منافسين محتملين هنا في مشوارنا في البطولة فكنت دائما حريصة انها تباحهم عايزك تكلمني عن مشوار الترجي ان انا شخصيا كنت شايف ان فيه تباين بدأ البطولة بقوة شفت فريق ترجي فكرني بالترجي بتاع زمان يعني الفرق المحترم اللي تعملها ألف حساب لكن مع المشوار حسيت انه مستوى مش قادر يحافظ على نفس المستوى وبالعكس يمكن في دول التمانية كان فيه تراجع وكانش فرصة شباب له زاد أقوى أمام الترجي لغاية طبعا الشرط التاني من مباراة العودة هسمع ردك على النقطة دي بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الترجي التونسي مع دكتور أحمد سابت في السادسة بعد الفاصل مباشرة أهلا بحضراتكم مرة تانية يعني طبعا هو خلينا نتفق انه الكلام على الترجي والمقارنة بين الاهلي والترجي مش بهدف ان احنا نحدد في النهاية مين كافته أرجح دي حاجة عليها عامل تانية كتير جدا وفي النهاية مباراة في الملعب بين 11 راجل و11 راجل وكل واحد هيكون لك المتو في التوفيق تتكلم الجاهزات البدنية والنفسية والمعنوية تتكلم قدرة الجاهزة الفانية عن نحط الخطة المناسبة للمباراة دي كلها عامل برا قدينا لكن انا اللي يهمني اكتر انه الترجي بالنسبة الاهلوية كتاب مفتوح لانه مش كل الناس كانت متابعة الفرقة طول على مدار الموسم مرة تانية طبعا اهلا بيك دكتور احمد سألتك قبل الفاصل كيرف الترجي في البداية كان يعني بيقول انه فريق محترم وفريق قوي جدا لكن مع تقدمه في البطولة لاحظنا انه مش عارف هل انت ممكن تصفه مثلا بانه تراجع في المستوى انه مش هو الترجي اللي بدأ نفس الموسم يعني تقييمك لي ايه الكيرف بتاعه يعني اعتبر مش قوي قوي بس برضو كون انه هو في المباراة الاخيرة كان خسران اتنين سفر قدام شباب بالوزداد الجزائري في دور التمانية ويقدر يرجع في الشط التاني اتنين سفر ويلعب رقلات ترجيح ده فرقة عندها شخصية بطل فرقة تقدر ترجع فرقة عندها شخصية اه بسيدة انت بتتكلم برضو مهم جدا انه احنا منقيم المواجهة دي نقيم الخصم يعني انت في دور التمانية قابلت فريق مرشح للتتويج وناس كتير بتشوفوه افضل فريق طبعا انا برضو شخصية بطل ان انت بتعدي فرقة اذا انت ودام فرقتين ازاي مولتو حاجة في البداية لا يقبل اسم على طاقات بس الترجي في مشواره يعني اهل بنغازي الاول بعدين صعدوا من اهل بنغازي بالعافية ثلاثة اتنين على ملعبهم بعد كده لعبوا في دور المجموعات كانوا في مجموعة سهلة لنوعا ما يعني كان معهم تونجت وصدروا المجموعة الاول ب11 نقطة بعد كده المولدية الجزائر تسعة بعد كده الزمالك تمانية بعد كده تونجت السنجالي اربع نقط بعد كده لعبوا شباب بلوزداد اه ممكن شباب بلوزداد مش الفريق القوي قوي بس برضو يحسب ليهم ان هم قدروا يرجعوا اذا ان ده فريق عنده شخصية برضو تقلق منه وتعمل له الف حساب بكل متأكيد طيب نبتدي نتكلم على التشكيل يعني تقولينا التشكيل وده ممكن يبقى نقول التشكيل متوقع نسبة تسعة وتسعين في المية هيكون تشكيل الترجي قدام ده التشكيل اللي اعتمل عليه معيني الشعباني في معظم مباراة أو فكر معيني الشعباني ما بيغيرش طريقة لعبه اربعة تلاتة تلاتة تتحول في الحالة الهجومية لاربعة واحد اربعة واحد تمام بص في احراس المرمى ومعز بن شريفية اللي هو حارس منتخب تونس واللي تم استبعاده من القيمة منتخب تونس من اجل الراحة هو محمد علي بن رمضان الاتنين المساكين المتوقعين ان هما يبدأوا برضو عبدالقادر بدران وده مدافع دولي في منتخب الجزائر قولوا انه هو ينضم منتخب الجزائر اللي فيه جمال بالعمري في عيسى ماندي وكلهم محترفين واحد في فرنسا واحد في اسبانيا يقول انه مدافع محترف يقول انه هو مدافع قوي جدا وهو يعتبر احسن مدافع في الترجم تمام نيجي للمساك اللي جنبه خليل شمام طب فين محمد علي العقوبي محمد علي العقوبي بقاله فترة عليه علامات استفهام والمدير الفني مش يعني بعد مباراة شباب بالوزداد اللي خسروها اتنين سفر تم استبعاده من المباراة اللي بعدها ومباراة النجم ملعبش برضو اذا بنسبة كبيرة خاصة في المباراة اللي على ملعبهم هيبدأ خليل شمام تمام البديل بتاعهم زي ما قلت محمد علي العقوبي خلي بالك خليل شمام تلاتة وتلاتين سنة تمام تلاتة وتلاتين سنة ودي نقطة مهمة جدا اكيد عامل السن بيفرق زي ما اتكلمنا في نهضة بركان وقلنا ان عامل السن وقلنا ان المساحة الموجودة يعني الصغرات دي تفرق يعني تمام نيجي للباك رايت تشايف ان خليل شمام نقطة ضعفة او صغرة ممكن استغدالها طبعا في حتة السرعة اكيد في عامل السرعة ومحمد علي العقوبي البديل بتاعه برضو عنده مشاكل كبيرة جدا في التمركز عشان كده معادش بيبدأ به تمام نيجي لي الاطراف حمد النجاز اللي كان بلعب فيه الزمالك رقم 21 وده نقطة قوة كبيرة جدا هجوميا ونقطة صغرة كبيرة جدا دفاعيا بيروح وما بيرجع نقطة الارتداد الدفاع والتخصية العكسية مفيش يعني ضعيف فيه نيجي للنحية التانية الياز شتي وده جزائري طبعا الترجم استغل له عنصر اللي هو اللعيبة الشمال الافريكي فعنده في الفرقة جزائريين كتير الياز شتي نعمل عليه دايرة برضو انه هو نفس حمد النجاز نقطة قوة هجوميا عرضياته كويسة جدا لكن على المستوى الدفاعي ضعيفين اذا انت بتتكلم لما تكلمنا على الارباعة اللي في الدفاع الاطراف عندهم مشاكل في الدفاع الاطراف اللي هم الظاهرين على المستوى الهجومي اقوية لكن انت بتلاعب فرقة لازم تختاركها منين من الطرفين من المساحات الموجودة وراء الباك اليمين ووراء الباك الشمال بس بحذر لانه هما لما بيتقدموا بيعملوا خطورة دا كده الرباع الدفاعي اللي قدامهم مين فوسيني كلبالي طب ما فوسيني كلبالي دا ارتكاز وحيد ارتكاز وحيد بيلعب قدامه اتنين ففكرة ارتكاز وحيد دي عاملة مشاكل كبيرة جدا في التراجي خاصة كلبالي مع الضغط البدني يعني شباب بولوزداد لما كسبوهم اتنين سفر كان امير سعيوت بيلعب من تمنع لكلبالي فارهاكوا بدنيا قدروا ان هما يجيبوا جون من حتة الزونفورتين الزونفورتين دي اللي هي المنطقة اللي ما بين فوسيني كلبالي وما بين الاتنين الايه المساكين اللي هي بيبقى متواجد فيها محمد مجدي افشا مثلا او محمد شريف اللي هي المساحة دي دي مهمة جدا وحنبينها بالصور الصغرات الدفاعية الموجودة في الحتة دي نكمل بقى التشكيل الاتنين اللي قدام فوسيني كلبالي محمد علي بن رمضان وده يعتبر افضل لعب في الترجل التونسي هذا الموسم عنده واحد وعشرين سنة وافضل لعب في تونس حاليا افضل لعب ساعد لعيب هايل ومن الهدفين الفرقة هو هدف الفرقة في البطولة جايب خمس هدفين جايب لهم اعتقد الهدف التاني التاني الشوطة التزديدة هو مميز جدا بالتزديدات مميز جدا باللعب الضربات السابتة محمد علي بن رمضان اللي جانبه عبد الرؤوف بن غيس عبد الرؤوف بن غيس مميز جدا في التوغلات للعمر الاختراكات الاختراكات يكمل جوه 18 ويجيب براسه بالهد يعني بديله جلان الشعلالي مختلف جزائري براسه اه جزائري بديله جلان الشعلالي طب امتى بيبدأ ده وده جلان الشعلالي في الحالة ان المباراة بتبقى بره ارضه يعني في القاهرة اعتقد هيبدأ بجلان الشعلالي جنب محمد علي بن رمضان بحيث انه يعمل نوع من التأمين لكن على ملعبه ممكن يبدأ بعبد الرؤوف بن غيس لانه عنده حطة السرعة والمقر التكتير متوقع انه يلعب مهاجم انت متوقع طبعا هي الفكرة انه هو هو مش حيغاي اربعة تلاتة تلاتة بتاعتمين الشعباني ستة ما بيغيرهاش بس الفكرة في تغيير بعض الاسماء تمام التلاتة اللي قدام لا خلاف عليهم حمد الهوني في الشمال حمد الهوني في الشمال أنيس البدري في اليمين وعبد البسط طبعا حمد الهوني ده نعمل عليه ألف دايرة أخطى اللاعب في التراجي وحريف جدا ومهاري وبيخشه للعمق ويعني بيعمل عمل مشاكل لفريق نادي الزمالك لما كانوا بيلعبوا قدام التراجي الناحية التانية أنيس البدري وده يعتبر تاني أكبر لعب في التشكيلة الأساسية عنده تلاتين سنة خليل شمام عنده تلاتة وتلاتين يعني دول أكبر عنصرين وقدام طبعا أنا بعتبر خالد عبد الباسط لعيب برج 191 طوله هو شكله شكله يعني مهاجم بس على الأرض كورته مش عالية مش الفنش بتاعه سعاد بتفلت كتير منه مش قوي قوي لكن على مستوى الالتحامات وهو خلي بال حضرتك معين الشعباني بيعتمد على أسلوب اللاعب المباشر اللي هو التمرير الطولي من الخلف زي ما كان كارتيرون كده بيعمل السنة اللي فاتت مع الزمالك التمرير كفا كان ما اعتمد على مين على مصطفى محمد الترجي بيعمل كده نفس الكلام مع خلد عبد الباسط مهم جدا مين اللي حيطلع بدر بنون ولا أيمن أشرف ولا ياسر إبراهيم طيب انت كلمتني على نقطة ضعف وكلمتني على لعبين الخاطرين الطريقة الأمثل من وجهة نظرك يعني حمد الهوني أنيس البدري عبد الباسط وخصويا عبد الباسط يمكن بدنيا بدنيا قوي جدا لعيب بوكس لعيب ملاكس أنا وجهة نظري لازم تروح تضغط في تونس لازم تلعب ضغط عالي لازم تهاجم من هناك من هناك لازم تبدأ لازم تعمل ضغط على فسوني كلبالي لما نبدأ نجيب الحالات هوضح لحضرتك أن الضغط عالي طبعي سأقول حاجة في التشكيل لا خش على الحالات برع الدكة عنده حلول برع الدكة هو السامح الدربالي الباكرايت كبير قوي كبير بس دليل أنه عنده مشكلة دفاعية أنه هو رح عامل إيه في المطش الأخير رح مطلع المساك ومود حمد النجاز مساك ومنزل سامح الدربالي باكرايت باكرايت تمام في غيابات أو متعقع أنه تشكيل لا لا نفس التشكيلة دي هي الأربعة تلاتة تلاتة نبص على الحالات يلا احنا جايبين خمستاشر حالة معنا حيفسروهم الحالة الدفاعية بتاعتهم إيه طيب قبل ما نتكلم على المقارنة والأرقام دعا نبص مع الأهلوية على الحالات دي الحالة الأولى دي الحالة الأولى بتوضح لنا إيه زي ما قلت لحضرتك أربعة تلاتة 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 في وسط الملعب مين فوسيني كلبالي على يمين ومحمد علي بن رمضان وعلى شماله عبد الرؤوف بن غيس دول التلاتة في وسط الملعب نحيط اليمين أنيس البادي وعلى الشمال الهوني وقدام المهاجم طبعا هنا كان طايسين النيسي اللي هيلعب قدامنا خلد عبد البسط لكن احنا جايبين السورة دي برضو الصورة التانية بتبين وقفتهم ازاي برضو كلبالي وقف وراء مين محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس وعلى الشمال حمد الهوني وعلى اليمين من أنيس البادري نفس الشكل وعملين ضغط في وسط الملعب إذن بيلعبوا بالأربعة تلاتة تلاتة تعال بقى نبص على النقطة اللي بتكلم فيها أول نقطة الضعف عندهم وهي الزون فورتين اللي هي المساحة اللي ما بين دائرة منطية الجزاء اللي هي اللي بيتلعب فيها البنالتي والكوس منطية الثمنتاشر الحتة دي بصوا في وسطيني كلبالي راجع متأخر ازاي ليه؟ لأنه في وسطيني كلبالي لوحده ارتكاز وحيد فالحتة دي مهمة جدا أولا عندهم مشكلة تانية المساحة اللي وراء الباكليفت اللي هو المساحة اللي وراء يعني الكرة دي ده جون ده ماتش شباب بولوزداد اللي هو اللي خلص اللي شباب بولوزداد عدى من الباكي الشمال بتاعهم وعمل الكرة بالعرض الوراء أرضية فين؟ في المساحة ما بين كوس منطية الجزاء اللي هي دائرة منطية الجزاء ونقطة الجزاء ونقطة الجزاء ومنطية الثمنتاشر اتلعبت بالعرض نكمل الصورة اللي بعدها نشوف المهاجم وراح فين؟ أو سجل منها إذن نركز قوي في الهدف ده الهدف ده ده ممكن ندي تعليمات إن الباك رايت لما يتقدم أو حسين الشحات مثلا أو أي حد نحيتي اليمين إن أنا ألعب الكرة بالعرض الوراء في المساحة دي لخاصة لما توصل لآخر الخط ليه؟ لأن المساحة دي ما بيقاش فيها غير كلوبالي فتقدر تسجل من خلالها طب ده ماتش إيه؟ ماتش التراجي وشباب بولوزداد نركز التراجي وشباب بولوزداد طب تعالوا نشوفوا الصورة اللي بعدها زهاب دور التمانية الصورة اللي بعدها اللي حيفتكر هيشوها حيفتكر إن ده نفس الماتش وده مش نفس الماتش ده التراجي وملودية الجزائر في دور المجموعات نفس الهدف نفس الخطأ عند التراجي المساحة اللي وراء مين؟ اليه الشات اللي هو الباكليفت تمام اتلعبت من خلاله وتلعبت فين برضه؟ عند المسافة ما بين دايرة منطقة الجزاء اللي هي منطقة الجزاء اللي هي حتة ضربة الجزاء ودايرة منطقة التمانية نفس المكان بالزبط اللي يشوف الهدفين يفتكر إنهم هدف واحد نكمل الصورة اللي بعدها نفس الخطأ بصوا كلوبالي مرجعش أصلا إذن في مشكلة واضحة في الزون فورتين في المساحة الموجودة عند التراجي اللي عشان فوسيني كلوبالي بيبقى لوحده دا اللي مقابل هنا حمد النقاس؟ اللي مقابل هنا آه حمد النجاز وكلوبالي لسه راجع فانت المشكلة هنا إن انت بتلعب بيلعبه بارتكاز وحيد عشان كده قلت لحضرتك مهم إن انت تعمل عليه ضغط عالي الضغط حيقلل من الجانب البدني عندي كلوبالي حتضعفه تقدر تستغل المساحة اللي في إيه؟ وسط الملعب ومثل هذه المباراة اللي بيسيطر على وسط الملعب هو اللي بيكسب تمام حرس المرمى عندهم من نقطة قوة لنقطة ضعف نقطة ضعف طبعا نقطة ضعف معز بن شريفية معز بن شريفية والحرس البديل برضو الاتنين نقطة ضعف بخاصة في التزديدات دي الحالة اللي بعد دي الحالة اللي بعدها برضو المشاكل الموجودة نحية المساحة الموجودة ما بين المساك اليمين وما بين الباك اليمين حمد النجاز وما بين المساك اليمين الكرة تلعبت بالعرض كلهم بيبصوا على الكرة وصيبين المهاجم تقدر أن أنا هنا بتكلم هو هنا المهاجم واقف في وسط وسط الاتنين المساكين لا واقف في وسط المساك والباك اليمين ووسط نيكو لبالي التلاتة التلاتة ورغم كده أنه الكرة دي قدر يلعب منها ضربة راس فدي مهمة جدا ان انت هنا بتكلم في ايه ان لو الباكي تقدم وما راحش على اخر الخط فانت بتوجه العرضية دايما في المساحة ما بين المساكي اليمين والباكي اليمين هتلاقي فيه صغرة عندهم لكن لو طلع على اخر الخط زي الهدف اللي احنا جبناه قبل ده يبقى تلعبها بالعرض الورى دي بعض الصغرات الواضحة عندهم نكمل الصورة اللي بعدها بصوا الكرة راحت للمهاجم وراح لوحده ما بين الاتنين الايه ما بين المساكي اليمين طبعا التغطية العكسية بتاعت حمد النجاس ضعيفة جدا دي اللي نقطة اللي اتكلمنا فيه نجيب الصورة اللي بعدها دي الماتش شباب بولوزداد هنا امير سعيود كان مكلف بركابة فوسيني كلبالي منتومان عشان كده كلبالي خرج في الشط التاني ليه لانه كان اسوأ لعاب الترجي في المباراة دي رغم انه هو واحد من افضل لعابة الترجي الا ان الضغط عليه البدني بيتعبه وقدروا انه هم يجيبه زي ما عرضنا الهدف ان في المساحة الايه اللي هي الزون فورتين اللي هي بيبقى كلبالي ضعيف في الارتداد فيها منكتر الضغط عليه اذا هنا لازم تعمل ضغط على كلبالي في عملية تحضير الهجمة بتاع الترجي السلسي الهجومي بينزل يدفع عما الترجي بيأخذ الكرة يا حمد الهوني وانيس البدري ليهم ادوار دفاعية طبعا ليهم حمد الهوني بيدفع بشكل كويس بس عبد الرقوف بن غيس هو اللي عامل مشاكل ليه لان عبد الرقوف بن غيس لما بيزيد له قدام اللي هو العيب الارتكاز المساند بتاع كلبالي لما بيزيد له قدام كلبالي بيرحل عشان يغطيه فلما كلبالي بيزيد بيبقى فيه مساحة ورافة اجوة كبيرة ده اللي احنا جبناها في الاهداف ومساحة المساحة المفروضة يغطيها كلبالي هنا والواحده كبيرة جدا فدي اللي عامل مشاكل في فرقة الترجي برضو مثل هذه المباراة تلعب على التفاصيل الصغيرة اللي هي زي الدربات الركنية عندهم مشكلة في التمركز في الدربات الركنية نقدر إن شاء الله نحاول نسجل من خلالها من الدربات الركنية فليه النجم الساحلي قدر يلعب معهم من خلال الدربات الركنية وسجل منهم دي مباراة الكاس دي مباراة الكاس واحد سفر وصلح للنجم صح دي يطلع فيها العيب الكاميروني اللي هو العيب الارتكاز قدر انه يسجل من خلالها دي كل دي بيحنا بنذكر بصفة عامة نقاط الضعف برضو في نقطة ضعف تانية زي ما قلت الحياة المساحات ولا الأطراب بص الكرة تنجة العيب تنجة السنغالب يرفع بص حامد النجاز للسراجع الارتداد الدفاع بتاع حامد النجاز حامد النجاز اللي بره الصندوق اللي عليه الضبط الأصفر بص الارتداد الدفاع بتاعه عملت زي إذن انت مهم إن انت الأجنحة بتاعتك تشتغل في المطش ده والبكات الباكي اليمين والباكي الشمال تستغل المساحات الموجودة وراء الظاهرين المطش ده إن شاء الله هتاخده من خلال فيه تمن أهداف من بداية دور المجموعات منهم أربعة في المساحة اللي وراء حامد النجاز منهم أربعة في المساحة اللي وراء حامد النجاز طيب دي نقاط الضعف طبعا هم عندهم نقاط كوة كتير وفريق محترم جدا أول نقطة كوة هو الأهداف اللي جابوها رغم إن احنا قلنا إن حامد النجاز صغر دفاعي اللي هو على المستوى الهجومي قوي جدا خاصة إن حامد النجاز الباكي لازم يكون حافظه أكيد معلول حفظه لو بدأ أكيد معلول حفظه بمعنى إيه حمد النجاز ما بيرفعش من بدري حمد النجاز لازم يوصل لآخر الخط ويروح عامل العرضية البرازيلية الأرضية الورى دايما حتى ده الجوني اللي جابوه في نادي الزمالك عدم نابو الفتوح وعمل العرضية الورى فأنت حمد النجاز لازم تكون كمساك حافظ لعب حمد النجاز إنه هو إيه إنه هو بيتقدم لآخر الخط عشان يبدأ يرفع لورى دي أول نقطة كوة يعني لسه برضو مش واضح مين اللي هيلعب أي حد هيلعب يعني أول نقطة كوة عندهم حمد النجاز النقطة الثانية إليال شتي العرضيات بتاعت الظاهرين رغم من زي ما قلت لحضرتك نقطة ضعف لأنهم نقطة كوة النقطة الثالثة محمد علي بن رمضان واحد من أهم اللعيبة في الترجي هذا الموسم خاصة على مستوى التزديدات بص الجون ده ده جابوه راجل ده ما يشوتش ده الجون الشوت ما يشوتش الراجل ده ما يقربش لعيب مميز جدا بالتزديدات ويعتبر أفضل لعب صاحب في تونس حاليا بص الجون ده جابوه في ديئة 86 لعيب صاحب شخصية كون إن هو يقدر يخليهم يرجعوا الجون اللي بعده برضو لو جبنا الصورة اللي بعدها دي ضربة سابتة جابها في تونجت إذن محمد علي بن رمضان نعمل عليه دايرة نقطة كوة كبيرة جدا 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 في فريق الترجي اللعيب اللي بعد كده مين؟ حمد الهوني احنا اتكلمنا على أنا بشوف إنه بين رمضان وحمد الهوني الاسمين دول تحديدا لو سيطرت عليهم أفقدت الترجي 50% من قويت طبعا خاصة حمد الهوني ومحمد علي بن رمضان اتنين لعيبة مهمين جدا إحنا برضو عندنا يعني الفرقة تفك الفرقة تفك حمد الهوني انت عندك برضو أكيد بيدور في عائل المسلماني حبدأ بمين باك رايت في غياب محمد هاني يعني خاصة إن انت هتلعب على حمد الهوني أبرز نقطة كوة في الترجي أكرم توفيق أفضل حد في المكان ده وخاصة لما لعب مثلا مباراة المصري لما نزل الشوت التاني قدر إنه في الجابهة أحمد رفعت وقدر إنه يعمل أسستات يعني أكرم مش بس بيدافع لا ده ممكن بيزيد وبيديك أوفارات كويسة برضو رامي رامي مما بيلعب في المكان ده بيبقى كويس برضو رامي حيديك ميزة عن أكرم في حاجة إنه رامي في الكرات العالية والضربات السابتة حيعتبر مساك ثالث أكرم يعتبر نوعا ما قصر شوية في الطول منه لكن أكرم على مستوى التاكلينج أكوى على مستوى الوركريت أكوى على مستوى الجانب الهجوم هيبقى أكوى تمام فأنا أنا بفضل بصراحة أكرم في المكان ده يبقى كباك رايت يقدر يلعب مان على حمد الهوني تعال ناخد الأرقام ونشوف كده أرقام كل فرقة حققتها في مشوارها في دوري الأبطال يعني الأرقام مباشر أنا بشوف أن الأرقام في صالح النادي الأهلي في 90% من الحالات ده مشوار الفرقتين في دوري الأبطال لغاية لما وصلوا لمرحلة نص نهائي دوري الأبطال من بداية دور المجموعات حتى نص النهائي تمام كل فرقة لعبة 8 ماتشاط الأهلي كسب 4 والتراجي كسب 4 إذن متعدلين كده المكسب على الملعب يعني على الأرض التراجي كسب 3 وإيه النادي الأهلي كسب 3 التعادل النادي الأهلي اتعادل 3 التراجي اتعادل 2 نجي بقى فين في الخسارة الأهلي خسر ماتش واحد بس التراجي خسر ماتشين نجي ليه إحراز الأهداف مين الأقوى على المستوى الهجومي النادي الأهلي جاي بـ 14 هدف في 8 ماتشاط أي التراجي جاي بـ 11 هدف في 8 ماتشاط تمام كلين شيت كلين شيت ده مهم اول نقطة اللي لحدك بتتكلم فيها دي استقبال الاهداف ان النادي الاهل استقبل ستة بس الترجي استقبل تمانية نيجي للكلين شيت كلين شيت كام؟ اتنين من تمانية الترجي ماتشين بس ماتشين بس من تمان ماتشاف ده دليل ايه؟ دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعية زي ما اتكلمنا عليها نقدر ان شاء الله ان احنا نستغلها بس هم على المستوى الهجومي عندهم اوراق اتكلمنا عليها لازم يتم اقافها نبص بقى بعد كده على باقي الارقام صناعة الفرص بص الارقام بقى البيتسو موسماني دي الارقام اللي يبتدي الاهل يفرق فيها صناعة الفرص ده شغله مدرب عشان تحكم على مدرب اه هو انت صناعة كم فرصة بص البيتسو موسماني صنع كم؟ 25 فرصة الترجي عامل 14 فرصة 25 فرصة هتتكلم 3 فرص محقق كل مباراة اه اكتر من 3 كم ايه 3 و 1 مثلا 3 و 1 من عام اكتر من 3 فرص في الماتشو ده رقم كويس جدا انت الترجي بيعمله 14 فرصة اه لما تعمل 3 فرص في 8 تسجل منهم 14 هدف في 8 مباراة يعني تقريبا هدفين الا شوية ده معدل كويس جدا الاستحواز هم اعلى بس هم ليه اعلى في الاستحواز عشان احنا قابلنا سندونز سندونز كان اخد مننا الاستحواز ففرق معانا لكن هم طبعا قابلوا فرق اقل فاستحوازهم 55% احنا 52 نيجي ليه التمريرات الصحيحة طبعا ده عشان نسبة الاستحواز ده اللي بيباين نسبة الاستحواز نيجي بعد كده ليه التمريرات الطولية ده رقم مهمة قوي قوي ونعمل عليه دايرة كده اه ان الترجي بيعمل 34 تمريرة طولية في الماتش الواحد ده يأكد ايه صحيحة ده يأكد ايه يأكد ان ده اسلوب لعب معين الشعبان ان هو بيلعب على اللعب المباشر في تحضير الهجمة التمريرات الطولية من قلبين الدفاع ومن محمد علي بن رمضان ومن كلبالي ويأكد ان هم عندهم مهاجم كويس على رغم انه يعني الطول عندهم قدام مش كبير يعني باستحواز عبد الباسط هو عبد الباسط هو اللي بيلتحم وهو اللي بيجيب الالتحامات فده برضو يأكد ان ده اسلوب لعبهم ان هم بيعملوا احنا بنعمل 24 هم بيعملوا 34 تمريرة طولية لونج باس نيجي للعرضيات الصحيحة احنا بنعمل 6 و 4 هم بيعملوا 4 و 6 رغم انه قوتهم الزاهرين عند النجاز وإليات شتي على المستوى الهجومي لكن احنا في العرضيات اكتر خاصة ورغم كده معلول ما كانش موجود يعني معلول لو كان موجود كنت هتلاقي نسبة العرضيات دي اكتر بكتير معدل المحاولات على المارمة ده برضو حاجة بتباين المدرب بيتسو موسي ماني بيوصل النادي الاهلي في الماتش 10 و 8 يعني 11 محاولة في الماتش الترجي بيعمل 7 محاولات في الماتش المحاولات الصحيحة دي تعتبر نسبة قليلة شوية بالنسبة لنا ان المحاولات الصحيحة 4 و 6 يعني من 10 برضو نسبة تعتبر 50% نسبة مش كبيرة الترجي 3 و 3 برضو نسبة مش عالية نيجي للكروت الصفراء النادي الاهلي اخد 14 كاتة اصفر من بداية دور المجموعات النادي الترجي واخد 16 كارت اصفر وده دليل على اللعب الخشن واللعب العنيف بتاع الترجي خاصة واجهة رادس تتوقع انه طريقة مستر موسي ماني اللي جاء لها واللي فكر فيها مع فريق ذات ترجي تكون اعرب لايه يعني انت لو بصيت على مطشط الاهلي في دوري الابطال تحديدا هتلاقي سينيريهات كتير يعني في طريقة لعب سابتة في 4 و 3 و 1 بالزبط كده ممكن تتغير تبقى 4 و 3 و 3 في مطشط معينة في مطش فيتا مثلا لعب 4 و 4 و 2 مطش ساندونز هناك لعب 4 و 1 و 4 و 1 لما حط رامي ربيع قدام الاثنين المساكين فدي على حسب المرونة فانا شايف من قرأة الفرقة الترجي انسى بطريقة ان انا روح اهاجم روح اهاجم السيناريو قريب لايه يعني السيناريو مثلا لفيتا كلاب هناك السيناريو قريب انت روحت فيتا كلاب لا لا مش زي فيتا كلاب بس فيتا كلاب 4 و 4 و 2 انا هلعب 4 و 2 و 3 و 1 انا شايف حضور محمد مجدي افشا ان شاء الله ان شاء الله يلحق المباراة هيدوره مهم يعني دوره مهم خاصة في الضغط على فوسيني كلبالي في الضغط عليه ألعب 4 و 2 و 3 و 1 طريق المعتادة خالص والعب ضغط علي عليهم من البداية اعتقد ان الضغط حيولد الاخطاء عندهم عند فوسيني كلبالي وعند الاثنين المساكين الكلام اللي انت كلمته على الباكات بتاعة الباكرايت والباكلافت بتوع الترجي تخلي تفكيرك انت شخصيا رايح لمين يبتدي في مركز الجنح لأكرم ومعلول لأكرم توفيق وعلي معلول ده باكات اعتقد جونيور اجايه كمان خاص خمسة كيلو في التمرنات الاخيرة في الفترة التوقف دي جونيور اجايه لو اخد قدام علي معلول ممكن يدينا قوة كبيرة جدا جونيور اجايه قدام علي معلول بيعملوا جابة كويسة جدا نحية اليمين بقى في حد يعني عندنا كتير جدا كويسين بشوف فيه طاهر محمد طاهر ماشي في الفترة الاخيرة بشكل كويس قوي يعني طاهر سجل قدام سانداونز وصنع في قدام نهضة بركان وصلاح محسن صلاح محسن صلاح مع الزمالك مسجل مع نهضة بركان صلاح محسن افضل بديل يحسب لمسلماني ان هو عمل لنا البديل الزهبي في الفترة الاخيرة انت كان عندك بديل زهبي يعني ايه وراء ربحة ازاي انا يبقى عندي وراء ربحة مباراة الزمالك ينزل يستغل المساحة اللي وراء حزم امام وتتلعب له تمريرة طولية مباراة سانداونز يقدر تتلعب له تمريرة طولية والحارس يغلط مباراة نهضة بركان يقدر على فكرة مباراة نهضة بركان بيتسو موسيماني كان زاكي جدا في اللعب على فاكر حداك لما تكلمنا على المساحة ما بين المساك الايصر والباك الايصر الجنين جم من خلال المساحة دي محمد شريف لما تحرك في الجنين الاول في المساحة ما بين الباك الشمال والمساك المساك الشمال والباك الشمال اللي هو محمد عزيز محمد شريف لما لفه شطها الجون الثاني صلاح محسن اتحرك في تلك المساحة إذن ده مدرب بيذاكر الفرق أكواس جدا عشان كده بشوف أن انت لازم آه بيبقى فيه جرأة هجومية بس برضو فيه سنة حذر بس مش هروح أدافع ليه؟ لأن أنا نفسي نفسي نسجل هناك نفسي نسجل هناك أنا أي مطش بره ما أبصش على النتيجة بقدم أبص على نفسي نسجل هناك الهدف ده بيفرق كتير جدا معاك ويجنبك سناليوهات معطلة ما تقودش على عصابك وانت قاعد في المباراة دي مستنى يا ربنا يسر بزبط كده يعني إيه نريحك كتير جدا لما بتجيب جون هناك في فرادس بتفري كتير معين الشعباني هيلعب جيم مفتوح قدام النادي الأهلي أعتقد هيلعب جيم متوازن شوية بس هيحط يعني هيلعب 4-3-3 طريقته بس هيحط بعض العناصر الهجومية على ملعبه زي مين؟ زي عبد الرؤوف بن غيس في وسط الملعب مثلا مع محمد علي بن رمضان وخلفهم في سوني كلبالي لكن لا خلاف على الثلاثة اللي قدام طيب أنيسي البادري حمد الهوني خلد عبد الباصل تحب تستعرض سريعا جدا أرقام اللعيبة بتاعت في التراجي نشوف سريعا جدا نشوف الأرقام بتاعتهم أول حاجة ده برضو من بداية دور المجموعات مين أكتر واحد سجل أهداف محمد علي بن رمضان مسجل أربع أهداف لكن على مدار البطولة مسجل خمسة الثاني عبد الرؤوف بن غيس الأكثر صناعة للأهداف حمد النجاز اتنين أسسته تكلمنا على قوته الهجومية أنيسي البادري اتنين أسست خبرة كبيرة جدا وبيلعب قدام حمد النجاز مين الأكثر معدل محاولات على المرمة خلد عبد الباصل المهاجم المهاجم الصريح بن رمضان بن رمضان ده بيأكد إن محمد علي بن رمضان عنده حتة التكملة جوة 18 وحتة التزديدات هو أنت كمان لو قطعت على بن رمضان وحمد الهوني أنت قطعت أساساً لإمدادات على عبد الباصل حوالي 70-80% يعني أنت لو قفت الاثنين دول وأوتوماتيك كوئي فرام وعبد الباصل على طول لأنه لا يوجد شيء هتوصل الأكثر معدل صناعة للفرص دي حاجة مهمة أوي مين أخطر لاعب بيصنع فرص حمد الهوني اللي هو الجناح الأيصر واحد وثلاثة من عشرة في الماتش الاثنين الزاهرين اللي احنا اتكلمنا عنهم على المستوى الهجومي ممتازين حمد النجاز وإلياس شتي بيصنعوا فرص كتير طب مين الأكثر في التمريرات الصحيحة عبدالقادر بدران المدافع الدولي الجزائري وده بيأكد أن هم بيحضروا الكورة عند الاثنين المساكين وبيعملوا تمرير طولي ليه الاثنين المساكين مين أحرف لاعب في فرقة الترجي أحرف ثلاث لعيبة محمد علي بن رمضان حمد الهوني أنيس البادري بيعملوا واحد واربعة مراوغة نكحة في الماتش الواحد دول أحرف ثلاث لعيبة في الترجي يحسب لحمد الهوني أنه موجود في قائمة الأكثر مراوغات نكحة يحسب ليه أنه موجود في الأكثر صنع على الفرص دي حاجة تحسب له يعني الدليل أنه مهاري وبيصنع فرص حمد الهوني يحسب لمحمد رمضان أنه هو الأكثر محمد علي بن رمضان تاني أكثر معدل محاولات والأكثر معدل محاولات صحيحة وأكثر تهديف لا هو الولد الحقيقة عامل موسم محترم جدا ومن أكثر اللاعبين السعادين تواهجا الموسم الحالي ويمكن دليل على ده طبعا العروض اللي طلقها أنا بتهيل أنه في عرض جايله من الخليج وفي عرضين جايله من أوروبا وبالتالي هو مرشح أنه ده الموسم ده يكون الموسم الأخير ولعب دولي مع منتخب تونس ولعب دولي مع منتخب تونس بالحقيقة هو ماشا محترمة جدا ويمكن المدرب رياحه عشان المباراة المقبلة وخليني أقوله حضراتكم فيما يتعلق عندنا إحنا طبعا حضراتكم عارفين أنه أحمد رمضان وأكرم مع منتخب أولمبي وهاني يعني بنسبة كبيرة جدا مش هيلحق برا الحسابات في مباراة الزهاب على الأقل وبالتالي التركيز في الفترة الحالية يمكن يكون أكتر في الناحية دي على رمي ربيع فيه يلعبوا دلوقتي هم 9-8 تقريبا فيه فيه سلاح محسن فيه طاهر محمد طاهر فيه أكرم توفيق فيه أحمد رمضان بيكهام فيه كذا لعب أنت عندك 6 أساسيين تعريبا في المنتخب بس أنت اللي بيلعبوا بشكل متواصل معنا الأساسيين صلاح محسن بيلعب بشكل متواصل وأكرم برضو بيلعب وطاهر دول الثلاثة الأساسيين في الفترة بس طاهر مصاب طبعا ما دخلش من قبل بس هيبقى متواجد في مباراة الترجي طاهر إن شاء الله بإذن الله نتمنى طبعا طاهر ابتدى ييجي وابتدى يطلع من اللي عنده بسطة بسيطة يعني ابتدى الانسجام الحمد لله بسيطة إن شاء الله يكون جاهز أهم حاجة بس ما يبقى السليم لكن كمان إنه يكون جاهز فورما تسمح ليه مباراة تقيل مباراة أنا بشوفها أصعب مباراة في السيزن السنة دي مباراة تونس مباراة شرادس هو واحدة إن شاء الله يعني ربنا يكرم بس يعني البطولة دي برضو هتبقى غالي قوي هبقى مش ورق فيها صعب انت قابلت في سن داونس وبعدين هتقابل الترجي ادهى دكتور حمد وبعدين هتقابل إن شاء الله الودات في النهائي في المغرب أعمل كبير في كايزر تيبز بذكرك نورتنا وصرفتنا في السادسة وبذكرك جماهير نادي الأهل لتبعتنا النهاردة بكرا نقابلكم في نفس المعاد حلقة جديدة السادسة تحياتي لحضراتكم اشتركوا في القناة